أنا عارف والله لو الولد ما بطلش المصيبة اللي بيعملها دي هيودي نفسه 60 ألف داهية بصي أنا عندي فكرة يعني ممكن ناخده هو ومجموعة من الشباب اللي بعملوا نفس المصيبة دي وموديهم عند ناس حياتهم اتدمرت تماما بسببها وبعدين لما يشوفوا الحل بالناس دولة ممكن يبطلوا بعد كده إيه رأيك؟ مش فكرة كويسة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكو في حلقة جديدة من حلقات توجيه العقول الهدف من القناة دي هو مساعدتك في تربية أولادك تربية سليمة ومساعدتك في التأثير على الناس اللي حواليك تأثير إيجابي فعمل سبسكرايب عشان يوصلك كل جديد من القناة في حلقة سابقة اتكلمنا عن التجربة البديلة وهي عبارها إن الشخص يشوف حد عد في نفسه ظروفه أو مشابه ليه والشخص اللي هو بيتفرج عليه ده يعدي بموقف معين فيتخيل نفسه مكانه فيتأثر به واتكلمنا إزاي إن السلوب ده فعال جدا في تغيير السلوك الأب اللي إحنا شوفناه في أول الحلقة كان بيحاول يستخدم نفسه الأسلوب ده مع ابنه ولكن بدل ما يعمله مع ابنه لوحده كان عاوز يحط ابنه في مجموعة من الشباب المشابهين ليه فهل من الأفضل إن الأب يعمل الأسلوب ده مع ابنه لوحده ولا في مجموعة من الشباب اللي زيه في الحلقة دي هنجاوب على السؤال ده تحديدا والإجابة هتكون مدهشة جدا للإجابة على السؤال ده هنبص على برنامجين مختلفين لعلاج الانحراف عند الشباب مستخدمين في دول كتير حول العالم البرنامج الأول اسمه استقمته خوفا أو scared straight والبرنامج الثاني اسمه الأخت الكبرى للبنات والأخ الأكبر للأولاد أو big sister and big brother البرنامج الأولاني بيعالج الانحراف عند مجموعات من الشباب مع بعض والبرنامج الثاني بيعالج الانحراف عند الشاب والشابات ولكن فرادة وليسوا في جماعات بالنسبة للبرنامج الأولاني اللي هو استقمته خوفا باختصار البنامج ده بيجمع مجموعات من الشباب المنحرفين أو اللي عندهم قابلية للانحراف زي مثلا أن هم يكونوا بيطعطوا مخدرات وبعدين بيخلوهم يقابلوا مجموعة من المسجونين اللي محكوم عليهم بمحكوميات كبيرة والمساجين دولة بشرحوا لهم إزاي حياتهم اتدمرت وإزاي هم بيعانوا كل يوم والهدف أن هم يخلوا المساجين دولة يرعبوهم من هم يمشوا في سكة الانحراف بتاعتهم الفكرة جميلة صح؟ في باحثين من جامعة هارفورد وجامعة بريتشووتر في أمريكا جمعوا ست دراسات مستفيدة عن البرنامج ده من عدة دول كان الهدف بتاع الدراسات دي أن هم يقارنوا بين الشباب اللي مروا بالبرنامج والشباب اللي محدش كلمهم أصلا ويقارنوا بين مستوى الانحراف عند دولة وعند دولة المدهش في الأمر أن الشباب اللي مروا بالبرنامج نسبة الانحراف بتاعتهم زادت عن الشباب اللي محدش كلمهم أصلا يعني البرنامج ده أدى لنتائج عكسية وسلبية ولم يؤدي إلى نتائج إيجابية طب إزاي بعد التخويف وكل التجارب البديلة المرعبة يزيد انحراف الشباب؟ الإجابة باختصار أن الشباب لما بيجتمعوا مع بعض سلوكهم والشاز بيصبح هو المعتاد في المجموعة بتاعتهم والمعتاد بعد شوية مقبول ولما تنسوه بتشجع فبيشجعوا بعض على الانحراف أكتر أما الشباب اللي محدش كلمهم ومن خلطوش في البرنامج فكان سلوكم والمنحرف كان شاز في المجتمع المحيط بيهم فشاهد في الأمر أن تجميع المنحرفين في مكان واحد من شأنه زيادة الانحراف حتى لو كان الهدف الرئيسي هو محاربة الانحراف الأمر ده ليه تبعات مجتمعية تانية؟ فعلى سبيل المثال في شخص قابلته كان بيشتغل في مكافحة المخدرات في أحد الدول العربية قال إن كتير من الناس اللي هما سجنوهم بتهم التعاطي المخدرات لما طلعوا من السجن مقش بس بقى وبيتعاطوا المخدرات ولكن كانوا بيتجروا فيها كمان السبب في الموضوع ده إنهما لما تحطوا في السجن مع ناس بيتجروا في المخدرات وبيتعاطوا المخدرات أصبح الأمر عادي بالنسبة لهم ومش بس أصبح هادي ولكن أصبح هو المحبس كمان فلما طلعوا من السجن بدأوا يتجروا في المخدرات بدل ما كانوا بيتعاطوها بس فالشاهد في الأمر أن تجميع الناس المنحرفين في مكان واحد حتى لو بهدف العلاج بيؤدي إلى أضرار أكبر. البرنامج الثاني اللي هو برنامج الأخ الأكبر أو الأخت الكبرى انطلق في ولاية نيويورك سنة 1902. البرنامج ده كان بيعمل توقمة بين مراهق خلف القانون أو عنده انحراف مع متطوع يطلق عليه الأخ الأكبر. المتطوع ده كان بيقابل المراهق مرة في الأسبوع علشان يذاكر معاه، يتكلم معاه، يخرج معاه، يحاول يحلله مشاكله إلى آخره. فباختصار شديد المتطوع ده بيقوم مقام القدوة والمربي بالنسبة للمراهق. البرنامج ده حقق نجاح واسع جداً فعامة المراهقين اللي مروا بالبرنامج مشاكلهم قلت تحصلهم الدراسي زاد. ومعظمهم عرف يتخطأ الانحراف اللي كانوا بيعانوا منه. أحد الفروع الرئيسية بين البرنامج الناجح والبرنامج الفاشل أن البرنامج الناجح بيحاول يحل مشكلة المراهقين كلهم على حدة. في حين أن البرنامج الفاشل بيحاول يقعالج مشاكل المراهقين وهم مع بعض. فعلى سبيل المثال، لو ابنك مثلا مش شاطر في المدرسة والمدرسة فيها فصول المتفوقين وفصول غير المتفوقين، فإياك تحط ابنك في فصول الخيبانين. حتى لو كانت المدرسة بتقولك أنهما بيبذلوا مجهود أكبر مع الفصول دي. لأنهو في نهاية المطاف هيزيد فشلوا في المدرسة. وعلى نفس الشاكلة، لو ولادك وولاد أصحابك عندهم مشاكل متقربة، فمثلا بيصحبوا أو بيدخنوا أو عندهم مشاكل تانية غير كده، فلازم تتفقوا مع بعض أن انتوا تفصلوا الأولاد عن بعض. لأنهم اجتماعهم مع بعض سيزيد الطينابلة في حين أنهو لو يتعامل مع كل طفل الوحد أو يتخذ كل طفل الوحد ويتحط في بيئة صلحة فينصلح حال الولد أو البنت في نهاية المطاف. أما وجودهم مع بعض فيزود المشاكل أكثر. ربنا بيقول في القرآن في خطابه للمشيكين قل إنما أعيذكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادة ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. فطول ما المشيكين مجتمعين مع بعض فهم يفسدوا على بعض. في حين أن كل واحد فيهم لو فكر لوحده أو مع زميل لي فعنده فرصة فعلا أنه يفكر بحقيقه وأنه فعلا يخرج من الشرك اللي هو عايش فيه. في نهاية الحلقة أحب أسمع عن تجاربكم الشخصية في التعليقات أسفل الفيديو. وشكر حار لكل الناس اللي اتفعلوا مع طلب الاشتراك في القناة. لما أنت تشارك في القناة أنت بتقول لي يوتيوب إن القناة دي محتوها مفيد. فيبتدي يوتيوب يرشحها لناس تانين. فاستحضر نية حسنة وشارك في نشر القناة. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم و الله و بركاته.